أصحابي الحلوين ومتابعين الغاليين قبل ما نبدأ الفيديو عايز أقول لكم حاجة مهمة جدا كل سنة وإنتوا طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم إن شاء الله في رمضان هختار اثنين من التعليقات يكسبوا رابوكس عايزاكم بقى تشتركوا في الجروب وتشتركوا في القناة التانية عشان برضو هختار من التعليقات في القناة التانية اثنين يكسبوا رابوكس كلكم بقى اشتركوا في القناة التانية وعملوا لايكات للفيديوهات وإن شاء الله كلكم تكسبوا معنا وتقدروا بقصر هسب لكم بقى رابط الجروب والقناة التانية بسندوق الوصف وأول تعليق مسبت وكل سنة وإنتوا طيبين بحبكم أول ودلوقتي أسيبكم مع الفيديو صباح الخير يا بنات واو الشمتة الجميلة دي يا هنة انت جبتيها منين هلوان عجبتكم الشمتة دي مش من هنا خالي جاب هالي معاه من فرسة وهو جاي يا بختك يا هنة عندك خال بيسافر وبيجاب لك حاجات كتير أنا كل حاجتي اللي أنا بشتريها برندات ومنبرة أصلا طيب ما تبقى تجيب لنا أي حاجة من اللي خالك بيجيبها لك إيه ده انتوا هتحسدوني ولا إيه يا بنات إيه يعني أما أريب يشترولي حاجات غالية ونزيفة إنتوا كمان لو أريبكم سافروا يبقوا يشترون لكم خلاص يا أمل ما تزعليش إحنا كان نفسينا في حاجة من اللي بتجيلك إحنا مش بنحسدك ولا بنغير منك إحنا صحابك وبنحبك وبنفرح لما نلاقيك لابسة حاجة جديدة وانت فرحانة بيها طيب يا بنات خلاص حصل خير بس انت ما قلت لناشي يا هنة باباكي بيشتغل إيه إيه ده انتوا ما تعرفوش لحد دلوقتي إزاي أنا ما قلت لكوش بابا يا رجل أعمال كبير وماما دكتورة بجنت يا هنة بأنت على كده بقى غنية جنتا طيب قللنا بقى يا هنة انتوا عايشين إزاي عايشين عادي يا بنتي زينا زي أي حد مش عشان إخنا غنيين وعيلة كبيرة هنبقى مختلفين عنكم بس انت بتراها يا هنة عمرك محاسستين أنك غنية ومتوضعة وطيبة جدا طبعا يا بنتي أنا عمري مبقى مغرورة على حد ولا على صحابي يلا بقى ندخل الحسبة هو ده بيتك يا هنة أيوة بيتكم جميل قوي يا هنة وكبير فعلا زينا يلا باي بقى أما ارجع البيت بقى ازيك يا ماما أهلا يا حبيبتي عملتي ايه في المدرسة النهاردة صاحباتي يا ماما كانوا هيتجننوا على الشنطة ربنا يبارك له أدهم بيه ومراضه الناس دول طيبين قوي هم اللي بيجبوا لك كل حاجة حلو ومش حرمينك من حاجة خلاص يا ماما مش كل شوية تفكريني بالموضوع ده ده بدل ما تقولي قد ترخرهم على الحاجات الكتير اللي بيجيبوها لك ماشي يا ماما قد ترخرهم هلو كده انا دخلنا نام شوية انا راجع تعبادة من المدرسة ولما بابا يرجع بقى ابقوا صحولي عشان اتغدى انا خلصت الجنينة يا أدهم بيه انا هامشي بقى عايز مني حاجة تاني قبل ما مامشي لا روح انت بقى يا حسين كفاء عليك كده النهاردة خد يا حسيني الفلوس دي مكافأة مني ليك وشوف لو هانا محتاجة حاجة اشتريها لها شكرا يا ادهم بيه ربنا يخليك ده كده كتير والله ده انت مغرقنا بجميلك وافضلك علينا ما تقولش كده يا راجل يا طيب انت شغال عندنا من سنين واحنا عارفينك سلام عليكم استنى يا عم حسين نعم يا ستة هانم خد الشوز دي اديها الهنة انا متأكدة ان هي هتعجبها قوي هو انتو بتجيبوا حاجة وحشة يا ستة هانم تترخركم ده كل حاجة بتجيبوها حلوة قوي جمالكم دي انا مش هنساها انا وعيلتي ابدا سلام عليكم يا رضوى يا رضوى ايوة يا حسين بتنادي كده ليه وليلي الاول فين هانا نايمة فوضتها جوة ليه طب انا هدخل صحيها يا هانا يا هانا اصحي يا حبيبتي شوف انا جبتلك ايه جبتلي ايه يا بابا جبتلك الشوز دي يا حبيبتي هتعجبك قوي خدي قسيها واو تحلوة قوي يا بابا وما اسها مظبوط علي اشتريتها بكم دي يا بابا دي مرات ادهم بيه الله يكرمها هي اللي اتهالي عشان كنتي يعني مش انتة اللي شاريها لا طبعا مش انت وانا هشتري زي ايدي من ايه ما انت شايف الحال يا هانا يا بنتي قد ترخرهم انهم بيساعدونا ومش سايبيننا كده يعني يا بابا حضرتك داخل من برا وبتصحيني وعامل كل المهرجان ده عشان الشوز مرات ادهم بيه اللي شاريها لي كنت سيبوني نايمة احسر انا كنت فاكرك هتفرحي بيها يا بنتي عشان هي جزمة غالية وشكلها حلو افرح ايه بس هانا نعم يا ماما ايه الاسلوب اللي انت اتكلمت بيه مع باباك ده دي طريقة كلام تتكلمي بيها مايصحش كده ابدا اطلعي تزريله ومايتكررش الاسلوب ده تاني فهمه ماما انا عايزة نايم اقفل الباب بقى وانت خارجة ايه ده انا بجد مصدومة فيك يا هانا ايه التصرفات دي ولا كأنك شفت يوم تربية في حياتك طب هاتي بقى الشوز دي كمان مش هتغديها يا ترى فين الشوز ألبسها وروح بيها المدرسة هي راحت فين انا نسيت ان ماما خدتها مبارع اما روح اسألها بقى فين الشوز عشان روح بيها المدرسة ايه يا هانا انت لسه ملبستش لبس المدرسة مانا مانا هلبسها يا ماما بس كنت بدور على الشوز هي فين وانت عايزها ليه مش كانت مش عجباكي وتكلمتي مع باباكي بطريقة وحشة ومعي انا كمان مش هتغديها ومش هتلبسيها البسي بقى اي حاجة قديمة من اللي عندك ارجوك يا ماما عشان خاطري يا ماما هتأخر يلا عايزة روح ايلبس روح اعتذر البابا الاول واما يسمحك بأخديها يوه حاضر يا ماما هروح اعتذر له صباح الخير يا بابا صباح الخير يا هانا بابا انا اسفة ما تزعلش مني عشان كلمتك بطريقة مش حلوة بارح انا مش هتكلم معاك كبه تاني ماشي يا هانا خلاص يا حبيبتي انا مش زعلان ماشي يا بابا ماما بابا قالي انه خلاص مش زعلان اديني الشوز بقى ماشي تعاليا ما ادي هاني الشوز دي جميلة قوي دي كأنها متفصلة عشاني ده اصحابي هيتجننوا عليها ايش يا جا دي يا هانا هانا لو انت جاهزة انزل معاكي يلا وصلك لحد الباص لا يا بابا خليك انا هنزل لوحدي انا كده كده نزل يا هانا اوصلك لحد الباص وبعدين بقى يعني لازم تصمم يا بابا هو الباص اتأخر كده ليه طب يا بابا ادخل انت وانا مستنيها الباص عشان ما تتأخرش على قدهم به لا يا حبيبتي انا واقف معاكي هو لحد ما تركبي وبعدين بقى اهي يا هانا وقفة بعيد ليه كده يا بابا ادخل انت بقى اتطمد منه كل يوم بخرج لوحدي واستنى الباص ليه بقى النهار دا عايز تقف معايا اتفضل انت يا بابا ماشي يا هانا براحتك مع السلامة يا هانا بقى كده يا هانا يا بنتي تركبي الباص وتمشي من غير ما ترضي علي انت جبت الاساوى دي منين بس ربنا يهديك يا بنتي ما قلت لماش يا هانا مين الراجل اللي كان بيقولك مع السلامة وانت مردتيش عليه ده كان واقف برا عند الفيلا ده الجنين بتاعنا كان بيوصلني لحد الباب ايه ده انتو كمان عندكم جنيني طبعا يا بنتي هو انتو مش مصدقين ان انا جنية بجد ولا ايه لا طبعا مصدقين ايه رأيكم في الشوز الجديدة بتاعتي هلوى قوي يا هانا ممكن اقصها لا طبعا يا سارة هو فيه حد بياخد الحاجات الشخصية بتاعت حد تاني ماينفعش خالص قليكي متسامحة يا هانا ايه يا هانا من منقصها هو انت عشان غنية هتبقى مغرورة علينا وهتتكلمي كده خالص خالص ما تزعلوش هبقى الديهالكم تقسوها بس تقلعوها انا طبعا تدوها لي انت كل حاجتك حلوة يا هانا يا بختك بأهلك بباكي ومامتي ياريت كان بابايا ومامتي زيكم بلاش يبقوا زي ما انتو مش عارفين حاجة اصلا يلا مش مهم المهم ان هم عارفين ان غنية والكل بيعمل لي الف حساب مالك يا حسين فيه ايه متضايق ليه كده انا مش عاجبني حال هانا البنت ما كانتش عايزاني انزل اوصلها لحد الباص ولما وقفت جنبها كانت بتبعد عني وقاف جنبها تاني تبعد عني تاني وحسيت ان هي مش عايزاني يقاف جنبها وهي هانا هتعمل كده ليه ده بتحبك يا حسين انت باباها مش عارف يا رادو ده حتى لما الباص جاه وقلت لها مع السلامة ما ردتش علي ورجبة الباص على طول حتى ما بصت ليش معقول هانا تعمل كده فعلا هانا تغيرت يا ترى ايه اللي خلاها تتغير كده معانا واصلوبها بقى وحش انا حاسس انها بقت مش عاجبها عاشتنا وزي ما يكون كده مش عاجبها اننا اهلها لا يا حسين ما تقولش كده ممكن يكون البنت فصل حاجة دايقتها فانا عارفة ان مؤسطرة معاها شوية بس اول ما ترجع هاعد بقاها واكلمها وافهم مالها وبتعمل كده ليه امت السف يجي بقى نفسي اروح المصيف وانزل البحر ولعب في الرملة واروحي لأكوا بارك يا فكرتوني بالمصيف وغماله وانت يا هانا مش وحشك المصيف اكيد وحشني طبعا لان احنا في الصيف بنسافر برا بنروح المالديف ودول كتير الصيف بيبقى فيها حلو يا بنت الايه يا هانا بتروحوا كل ده وبتسافروا المالديف كمان ده احنا مش بنشوفها غير عن نت بس وفي الثور هيا المالديف دي حلوة كده يا هانا زي ما بنشوفها ده البحر بتاعها لونه حلوة قوي وجميل وابيض ومنور وفيها الشاطئ المضيق مش زي البحر هنا تحس ان فيه زيت مش مية هاهاهاهاهاهاها والله يا بنات انتو مش عارفين حاجة انا مش عايز اقول لكم ان انا لنزلت البحر اللي فيه مية ولا حتى اللي فيه زيت انا هو المالديف بيبقى صحنة يعني ممكن تتوهي عن باباكي ومامتك ايه يا هانا انتو بتفكري في ايه انتو مش معانا خالص اكيد بتفكر في المالديف وهي بتقوم في المية الشفافة دي خلاص يا بنات يلا ننزل بقى انا هنزل الفصل هي مالها فيه ايه تجعب اقت مش مبسوط مع السلامة يا هانا مع السلامة الباص ميشي اما ارجع البيت بقى هو انا ليه بكذب على صحاب ليه اعمل كده طيب ما ارضى بحالي واللي انا فيه خلاص هو انا هفضل اكذب كده كتير مش معقول هفضل عايشة في الحياة المزيفة دي هانا تعالي انا عايزاك عايزة اتكلم معاك شوية طيب مش دلوقتي يا ماما ممكن اني بقى اتكلم بعدين لا دلوقتي لازم اتكلم معاك عشان خطر يا ماما انا اصلا رجع متضيق ومش عايزة اكلم حد ولا حد يكلمني فيه ايه يا هانا مالي احكيلي يا بنتي انا مش عايزة اروح المدرسة تاني ليه كده يا هانا فيه حد قالك حاجة اتضيقك لا يا ماما بس انا ازهقت ومش عايزة اروح هو فيه ايه بس الصبح باباكي اشتكي منك وانت دلوقتي مش عايزة تروح المدرسة بابا هو بابا اشتكى مني قالك ايه مش عاجبه طريقتك واسلوبك معي هو انتوا ليه خلفتوني يا ماما اما انتوا ظروفكم مش حلوة بتخلفوني ليه مين قالك ان ظروفنا مش حلوة يا هانا احنا الحمد لله ظروفنا حلوة يا بنتي وكويسة احنا احسن من غيرنا كتير هو انت فيه يوم نمتي من غير عشا ولا روحتي مدرستك من غير ما تاخدي معاك احسن فطار انا وباباكي بنستخسر الحاجة في نفسنا عشان نجيب لك احسن حاجة انت بتلبسك كويس وبتاكل كويس وبتاخدي مصروف كويس الحاجات دي كلها يا ماما من عند ادهم بيه ومراته تبيني يا ماما انام ومحدشي صحيني لو سمحته انا خلاص من بكرة مش هروح المدرسة تاني مش معقول يا هانا بقالك اسبوع مش بتروحي المدرسة اما ادخل اصحيها النهاردة جايز ربنا يهديها وتروح هانا يا هانا يلا حبيبتي اسها عشان تروحي المدرسة كفاية كده تبيني يا ماما نايمة انا مش هروح كده كتير قوي يا هانا وما ينفعش مش ملاحظين يا بنات ان هانا مش بتجي بقالها اسبوع لازم نروح نتطمن عليها في البيت ممكن تكون تعبانة تعبانة ايه يا بنتي هتلاقيها سافرت لندن ولا باريس تغير جو لازم نروح نتطمن عليها برضو يا بنات خلص نروح بعد المدرسة هو مفيش حد هنا ولا ايه مش قلتلكم ممكن يكونوا سافروا طيب رينوا الجرس مرة كمات ممكن يكونوا مش سمعين ايه كانيني هو يلا نسألوا ايه يا بنات انتوا قفين كده عايزين مين احنا كنا جايين لزور هانا عشان بقالها اسبوع مش بتيجي المدرسة والله فيكم الخير يا بنات تكطر خيركم بس انتم بترنوا الجرس هنا ليه املني رقفين يا عمو مش دابت هانا هو مين اللي قالوكم يا بنات ان اقضائها هي اللي قالت لنا ان اقضائها وهي عايزة هنا هانا قالت لكم كده ايه يا عمو هي اللي قالت لنا طيب استنوني لحظة يا بنات هانا يا هانا نعم يا بابا صاحباتك يا ست هانا هانم يا بنت الناس الاغنية مستنينك في الفيلة بتاعتك فيلا؟ فيلت ايدي يا حسين الهانم بنتك مفهمة صاحبتها انها عايشة في الفيلا عشان كده كانت بتبعد عني وانا واقف جنبها وهي مستنيها الباص ما كانتش عايزة صاحبتها يشوفوني جنبها طيب وانا هعمل ايه دلوقتي بروحي بقى يا هانم قابليهم في فيلتك اوه الجناني ده راح فين كل ده بيبلغ هنا ايه ده يا بنات امامتها انتم مين يا بنات وواقفين كده ليه احنا يا طنز اصحاب هنا وكنا عايزانها هنا هنا بنت عام حسين الجناني بس ده مش بيتها استنى اشوف عام حسين في الجنينة يوصلكم عندها طيب عامل ايه دلوقتي انا هروح وادخل من باب الجنينة اللي ورا واطلع قابلهم ايه ده يعني طلعت بنت الجناني مزي ما هي مفهمانا باباها رجل اعمال كبير ومامتها دكتورة ودي مش البلة بتاعتها طيب يلا مين هنمشي بقى نطلعت كدابة واحنا صدقناها ايه يا بنات مش تقولوا ان انتم جايين تزوروني ليه يا هانا هيفرق معاك في ايه هنعطالك عن طيارة لندن ولا باريس احنا فعلا كنا حاجزين عشان نسفر لندن بس لغينا الرحلة بطالي كدب بقى احنا عرفنا كل حاجة يا بنت عم حسين الجناني ايه عرفت كل حاجة بابتي اخر كدبك عمل فيك ايه ايه المشكلة لما تفتخرب باباكي حتى لو جناني المهم يكون رباكي احسن تربية وانه مطلعش حرامي ولا مجرم لازم تحب اهلك زي ما هم وعلى العموم احنا مش عايدين نعرفت تاني يلا يا بنات احنا مش عايدين نعرفت تاني احنا مش عايدين نعرفت تاني